أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة استمرار الأليات المتبعة لمراقبة الأسواق مشاددا على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار والمضاربة أو الاحتقار وسيتم تعامل بمنتع الحسمة مع المخالفين وخلال ترأسه الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين كلف مدبولي جهاز حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز وأشار مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين وأشار مدبولي إلى أن الدولة برغم الظروف العالمية مستمرة في بدل جهود واسعة لتوفير السلع وكذلك طرح مبادرات مجتمعية متعددة وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين ، ادفت، أدفت happiest